على وقع أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باستنبول التركية تتحرك الدول الغربية باتجاه تجميد صادرات السلاح إلى السعودية بحجة أن هذه الأسلحة أضحت سببا رئيسيا لاستمرار الحرب في اليمن النمسا واحدة من الدول الأوروبية التي قررت التوجه لممارسة عقوبات عسكرية على السعودية وقد دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كريسل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للرياض مطالبة وفق وكالة رويترز بإنهاء الحرب في اليمن التي وصفتها بالبشعة تصريحات النمسا التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي تاتي بعد إبداء ألمانيا استعدادها لإيقاف تصدير الأسلحة وقد رحب وزير الاقتصاد الألماني باقتراح النمسا اتخاذ موقف أوروبي مشترك من مبيعات الأسلحة للجيش السعودي وقف تصدير السلاح للسعودية لم يعد موقفا أوروبيا رسميا فقط بل تعداه ليصبح مطلبا للمنظمات المدنية في أوروبا حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية تطالب بوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي واللافت أن هذه الوقفة نظمها تحالف أوقف الحرب في اليمن بحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن الحرب في الحديدة منذ يونيو الماضي أدت إلى مقتل أكثر من مائة وسبعين مدنيا وإصابة ألف وسبعمائة وتشريد أكثر من خمسمائة وسبعين ألفا وفيما يبدو فإن الموقفين الرسمي والمدني في أوروبا يتفقان على عبثية الحرب في اليمن لكن المؤكد أن المدنيين يدفعون حياتهم ثمنا لحرب خرجت وفق مراقبين عن مسارها المعلن إنهاء الانقلاب